موسيقى العليم يلتقي بهيئة التشاور والمصالحة لبحث تهيئة ظروف المصالحة بين القوى الوطنية وإنهاء انقلاب الحث الدفاعات الجوية تتصدى لمسيرات حوثية حاولت قصف الأحياء السكنية بالتزام مع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في تعز تقرير أمريكي يكشف عن فساد ميليشيات الحوث الإرهابية ومنظوماتها للجباية وعن فساد يطال بعض مؤسسات الحكومة الشرعية الحوثي يسطو على أرشدة الناقل الجو الوطني وشركة الخطوط الجوية ترد بوقف بيع التذاكر في مناطق سيطرة الميليشيات ملفاتنا في هذه الساعة يمنية نبدأها باتماع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي مع رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي ونوابه بيان المجلس القيادة قال إن الاتماع تناول عمل الهيئة خلال الفترة الماضية بما في ذلك اتماعاتها العامة في عدن وأضاف البيان أن الاتماع ناقش تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق المصالحة الشاملة بين القوى الوطنية وتوحيد أهدافها وحشد قدراتها حول مطلب استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية وذكر البيان أن رئيس هيئة التشاور ونوابه أطلعوا رئيس مجلس القيادة الرئاسي على نتائج الاتماعات العامة للهيئة وما أنجزته من المهام والقضايا المدرجة على جدول أعمالها في رمضان لا يختلف ليل عدن عن نهارها فرغم تبعات الحرب وتأثيراتها الاقتصادية إلا أن اليمنيين يسرون على إحياء تقوس الشهر الفضيل الروحية والاتماعية كجزء من عادات وتقاليد متوارثة رغم ارتفاع الأسعار وتدني قيمة العملة الوطنية على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة هكذا تبدو أسواق مدينة عدم في بدايات الشهر الفضيل الازدحام سيد الموقف والحركة تيارية والاقتصادية على أشدها والمحلات ممتلئة بالمتسوقين والباعة ينتشرون في كل مكان أبناء عدن عندنا بأقواة خاصة ومميزة لاستقبال رمضان وعيش أقواة رمضان من أقواة نفحات إيمانية رائعة وعادات وتقاليد بالمأكولات والمشروبات وتلاقي حتى نفسية الناس بشكل دائم نفسية سمحة ومتقبلة للوضاع حتى رغم الوضاع شوية متدهورة لكن الحمد لله ربك يسر الأمور ولرمضان هنا أطعمة وسلع تجعل للشهر الكريم طابعا خاصا كجزءا من عادات وتقاليد متوارثة من القدم ورغم الحرب المشتعلة في البلاد منذ انقلاب الحوثي عام 2014 وما خلفته من أزمات إنسانية ومعيشية إلا إن اليمنيين يسرون على إحياء طقوس والشعائر شهر رمضان كمناسبة دينية واجتماعية لها نكت والخص هنا في مدينة عدن العاصمة المؤقتة العادات والتقاليد في عدن الحمد لله الأسواق الأنوار بكل مكان والإضاءات وعدن جميلة جدا بشعبها والناس طيبين والزيارات والسنبوزة والأسواق شوفها كيف مقتضة الحمد لله رغم الغلاء لكن نحن عايشين لا يختلف ليل عدن في رمضان عن نهارها حيث تتزين المدينة في كل أحيائها خصوصا العتيقة منها وتفتح الأسواق وأبوابها حتى ساعات الفجر عدن هذه المرة استقبلت هذا الشهر الكريم استقبال حافل ومبهر الزينات في الشوارع كانت ملفتة للنظر على خلاف كل عام لا تنام عدن في شهر رمضان حيث يوحي كل ما في هذه المدينة بطابع خاص للشهر الكريم والذي يصر الناس هنا على إحياء شعائره والمحافظة على طابعه الروحي والاجتماعي ردفان دبيس الحدث عدن قال المركز الإعلامي لمحور تعز عند الدفاعات الجوية للجيش تصدت لطائرات مسيارة لميليشيات الحوثي حاولت قصف الأحياء السكنية في زيد المشكي والوكيل ومحيط جبل جرة بالتزامن مع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في الجبهة الشرقية والشمالية للمدينة من القاهرة ينضم لنا الخبير العسكري اليمني العميد جميل المعمري سعاد العميد أهلا بك خلينا نبدأ من إسقاط المسيرات في تعز وشبوة وأيضا فكرة تعزيز عمل الميليشيات في جنوب مأرب كيف يمكن أن نقيس مصار المعركة انطلاقا من هذه الأحداث بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بالنسبة للأحداث الأخيرة سواء في حريب وما انطلقت منها من عمليات عسكرية هناك ومؤخرا كان هناك عملية محاولة اغتيال محافظة تعز ومنها اليوم طيران مسيار يقوم بقصف مدينة تعز سواء في قبل القرى أو في المشكي وغيرها من المناطر داخل مدينة المعارك يا عزيزي مستمرة والتعنط الحوثي مستمر والمجتمع الدولي مستمر بصمته ونحن نراقب بصمت مع أيضا عدم تحرق قاد وسريع من قبل الحكومة اليمنية والجيش اليمني في ردع هذه الميليشيات واتخاذ قرار إنهاء الهدنة الغير معدنة والتوقه لمعارك العاسمة هل ممكن تقصد أن الحكومة قصرت مثلا هل كان شيء ممكن أن يكون هناك شيء يحدث أكثر مما هو على أرض الواقع بصراحة الحكومة هناك بعض التقصيرات بالنسبة للمطالبة على الأقل بإنهاء اتفاق السوكولم وإعلان على الأقل بدء معركة تحرير جميع المدن اليمنية والضغط على الأقل على المجتمع الدولي لمنع الاستهتار والتماهي مع الميليشيات الحوثية أعتقد أن الوقت الذي مضى لاحظنا جميع الخروقات التي مارستها الميليشيات والصمت الدولي المقابل أمام كل تلك الخروقات لاحظنا استهداف الحكومة واستهداف الوزراء قبل أكثر من عام في مطار عدن وما حدث بالأمس لمحافظة محافظة تعز وأيضا الخروقات المستمرة والقرائم محاولة الاغتيالات التي تطال القيادات اليمنية هنا وهناك بعيدا عن المعركة ومع ذلك نلاحظ أن هناك صمت دولي ماذا فهم اليمنية أيضا يجب عليها نعم نعم على الأقل يا عزيزي يجب عليها أن تقوم بتقديم مذكرة إلى محكمة القناة الدولية في لاهاي والمطالبة بمحاكمة الميليشيات الحوثية وإدراقها ضمن القماعة الإرهابية كما كان مقدم سابقا مشروع لماذا لم يتم متابعة ذلك المشروع في الأمم المتحدة ومجلس الأمن وعلى الأقل حراق المجتمع الدولي من هذه الممارسة عندما يتم إثبات أن هناك قرائم حرب مارسة الميليشيات على الأقل يكون المجتمع الدولي على المحك في اختيار القماعة الإرهابية أو أن يختار الإنصياع للقرارات الدولية أسأل عسكريا أنت أمام محور تعز ومحور شبوة واستخدام المسيرات سقاط المسيرات يعني الميليشيات تملك مسيرات الجيش الوطني اليمني ومكوناته والعمالقة لا يملكون مسيرات كيف يمكن ترى أن هذا عامل فارق ومؤثر لمن يملك المسيرات للميليشيات طبعا المسيرات هي تعتبر الآن سلاح حديث أنضم إلى القيوش الحديثة حتى في حرب أوكرانيا مع روسيا ستخدم المسيرات بشكل كبير اليوم الميليشيات زودتها إيران بمسيرات حديثة استخدمتها سواء في عملية الاستطلاع سواء في عملية القصف أو حتى الأعمال الإرهابية التي تقوم بتفخيخ تلك المسيرات وضربها هنا وهناك سواء في المنصات التي وطلقت على منصة العناد أو على محافظ عدن محافظ تعز أو غيره كل هذه الأعمال الإرهابية تمارسها عبر الطيران المسير والتي تقوم بعملية رصد أيضا الأهداف عبر الطيران المسير ولذلك نحن في الجيش اليمني سواء في المقاومة الوطنية أو في الجيش الوطني أو في أيضا القوات التابعة للمجلس الانتقالي لا يوجد لديهم حتى هذه اللحظة اسمه طيران المسير غير الاستطلاعي الاستطلاعي أعتقد أنه يتوفر للمقاومة الوطنية ولبعض القوات التابعة للجيش اليمني لكن بالنسبة للطيران المسير الحديث والقاصف والذي يقوم بمهام عسكرية دقيقة كالقصف وغيره أعتقد أنه حتى هذه اللحظة لا توجد بالإضافة إلى أن لا يوجد لدينا منظومات دفاع قوي تستطيع كشف هذه المسيرات هناك الآن في الصين وفي الدول المتقدمة بدأوا بتصنيع منظومات رادارية تستطيع من خلالها اكتشاف المسيرات لأن المسيرات من الصعب جدا اكتشافها بالمنظومات الرادارية المتعارفة عليها لكن هناك منظومات رادارية الآن بدأت في بعض الدول المتقدمة لاكتشاف مثل هذه المسيرات أيضا لا توجد لدينا حتى أعتقد دول التحالف حتى هذه اللحظة لم تستطع الحصول على مثل هذه المنظومات ولذلك أنا أعتقد أننا في المناطق القبلية مثل تعز هناك بعض التباب الحاكمة هناك بعض المرتفعات التي تحايد الميليشيات الحوثية ويستطيع على الأقل المقاتل اليمني في تلك المناطق من رصد المسيرات والتعامل معها عبر السلاح المتوسط أو المضادات القوية هذه هي الحلول المتاحة حتى هذه اللحظة شكرا سعة العميد جميل للمعمري شكرا جزيلا لك إذن التذكير بالخبر الذي جاء في بداية النشرة فقد اتمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي برئيس هيئة التشاور المصلحة محمد الغيثي ونوابه بيان لمجلس القيادة قال إن الاتماع تناول عمل الهيئة خلال الفترة الماضية بما في ذلك اتماعها العام في عدن وأضاف البيان أن الاتماع ناقش تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق المصالحة الشاملة بين القوى الوطنية وتوحيد أهدافها وحشد قدراتها حول مطلب استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية وذكر البيان أن رئيس هيئة التشاور ونوابه اطلعوا رئيس مجلس القيادة على نتائج الاتماعات العامة للهيئة وما أنجزته من المهام والقضايا المدرجة في جدول أعمالها معنا من الرياض مدير المرصد الإعلام اليمني رماح الجبري وستاذ رماح أهلا بك خلينا نبدأ بأبرز المكونات الداعمة للشرعية التي بينها خلاف والتي تسعى هذه الهيئة لرأب هذا الصدع ما بين هذه المكونات شكرا جزيلا صحيح أن الهيئة أو هيئة التشاور المصالحة تكتسب أهميتها من أنها تمثل كل الأطياف أو المكونات السياسية في صف الشرعية المناهضة للميليشيات الحوثية على غير الهيئات الأخرى مثل مجلس النواب أو مجلس الشورى لأن الهيئة شملت القوى السياسية التي تشكلت مؤخرا بعد العام 2017 بما فيها المجلس الانتقالي بما فيها القوات في الساحة الغربي والمقاومة الوطنية بمعنى أن هذه الهيئة تشكلت من كل الأطياف السياسية ما يجعلها مرجعية حقيقية وقراراتها أو ما تخرج به هذه الهيئة ملزمة لكل الأطراف أيضا هذه الهيئة يرأسها اليوم محمد الغيثي القيادي المعروف في المجلس الانتقالي وهو مسؤول علاقة خارجية في المجلس الانتقالي والمقرب جدا أيضا من عيدروس الزبيدي بالإضافة أيضا إلى أن جل أو غالبية أو كثير من التنازلات المطلوبة لتهيئة الأجواء أمام عمل مجلس القيادة الرئاسي مطلوبة من المجلس الانتقالي وهما يجعل هذه القيادة قريبة من أصحاب القرار صحيح أن هناك ضغوط تواجهها قيادة المجلس الانتقالي وهناك وعود قطعة كبيرة لجماهيرهم أو أنصارهم وهم بحاجة لأن يتراجعوا خطوة إلى المعاينة الواقع واعتبار أن ترتيب الأولويات أمر مهم ما يحدث اليوم أو ما تتطلبه المرحلة اليوم هو إعادة في ترتيب الأولويات كون استعادة صنعاء واستعادة مؤسسات الدولة أولوية مقدمة على أي أن كانت المصالح الأخرى التي تطالبها القوى السياسية أو الأسواء إن كانت المجلس الانتقالي أو غيره وهما تسعى من أجله هيئة التشاور هيئة التشاور تستمد شرعيتها من شرعية مجلس القيادة الرئاسي أيضا وهذا يبدد المخاوف التي تطرح أن هذه الهيئة يمكن أن تحل محل مجلس النواب أو مجلس الشورى باعتبار أن هذه الهيئة موجودة بوجود المجلس وفي حال توصل الجميع إلى اتفاق سياسي ستنتهي هذه الهيئة وليست هيئة مثلها مثل مجلس النواب مستمرة أين كانت الظروف أو أين كانت الاتفاقات المطلوب حاليا هذا عن الهيئة سيد رماح أنت تحدثت عن الهيئة الهيئة درها أنها تقيم حوار مع أطراف مختلفة صحيح كلهم في دعم الشرعية لكن هذه الأطراف مختلفة أنا أسألك عن هذه المكونات أبرز هذه المكونات وإيه نوعية الخلافة اللي بينهم حتى نستطيع أن نقول هل تنجح الهيئة أو لا تنجح نعم جل الخلافات عسكرية بين المكونات السياسية طبعا أطراف الهيئة مشكلين من كل المكونات مراجعة الهيئة التي تتكون من خمسين شخصية سياسية تم اختيارهم وفقا لمشاورات الرياض قبل نحو عام هؤلاء يتشكلون منهم أعضاء في المجلس الانتقالي ومنهم أعضاء في حزب الإصلاح ومنهم قيادات في حزب المؤتمر ومنهم قيادات في الحزب الاشتراكي والناصري وكل المكونات السياسية بمعنى أن الهيئة لا يوجد فيها أغلبية مطلقة أو غير ذلك تشكلت الهيئة من كل المكونات السياسية ما يجعلها كما ذكرت هيئة فاعلة سياسيا أبرز الخلافات التي تعيق عمل مجلس القيادة الرئاسي أعتقد أنه عسكريا واقتصاديا هذه النقطتين الأساسية هناك تحديات اقتصادية كبيرة بما فيها توحيد الإيرادات تجاه البنك المركزي في عدن بما فيها أيضا عسكريا توحيد القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارة الدفاع وتشكيل غرفة عمليات مشتركة تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي لا يزال مجلس القيادة الرئاسي غير ممسك بقرار كل القوات العسكرية معنى أن المطلوب من كل هذه القوات أن تسعى نحو تشكيل غرفة عمليات مشتركة واحدة تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي يستطيع أن يحركها ويصدر توجيهاتها لكل هذه القوات لتحرك إما لحفظ السلام أو لإدارة عملية عسكرية إذا ما فرض خيار العسكري أو خيار الحرب من قبل ميليشي الحوثية سيد رمح ماهي في لجنة في لجنة عسكرية شكلت لدمج هذه القوات كلها والأذر والعسكرية المختلفة تحت مظلة القوات اليمنية المسلحة يعني ما هو رضاك عن عملها أو متبعتك لعمل هذه اللجنة هل تراها أدت دورها أو قصرت هي اللجنة كما ذكر رئيس مجلس القيادة في آخر خطاباته تحدث أن هذه اللجنة هي من أفضل اللجانة التي بدأت تعمل مع المجلس في إطار توحيد القوات العسكرية وهذه اللجنة زارت كل التشكيلات العسكرية الخطة التي تعمل عليها اللجنة اللجنة العسكرية والأمنية هي توحيد كل هذه القوة في إطار غرفة عمليات مشتركة تتلقى توجيهاتها من قيادة مجلس القيادة الرئاسي لا تبقى هذه القوات فقط تبع تشكيلات معينة وأحزاب سياسية توجهها الأوامر الحزبية أو السياسية ذات المصالح الخاصة وليست ذات المصالح الوطنية لكن اللجنة قطعت شوطا كبيرا ما بقي هو التنفيذ الأهم أن يكون هناك تنفيذ لعملية الربط ما يتحدث عنه مجلس القيادة الرئاسي أنه حاليا أن عملية الدمج خطوة متأخرة أولا توحيد غرفة عمليات مشتركة ومثم توحيد مسرح العمليات بالنسبة للقوات اليمنية وبالإضافة إلى عملية الدمج لأن عملية الدمج في حال وجود معركة عسكرية يمكن أن تؤثر سلبا على سير العملية العسكرية في حال كما ذكرت كان هناك خيار بالتوجه نحو المعركة العسكرية وفرض السلام بالقوة شكرا جزيلا سيد رماحة الجابري المدير المرصد الأهلام اليمني شكرا جزيلا سيد رماحة بعد الفاصل إلى أنوان جديد وافيه مع تواصل عمليات نهب الأموال الحوثي ينفق خمسة مليارات ريال على فعاليات مذهبية وطائفية نتواجد هنا في الجبهة الجنوبية لمحافظة بأرب ينضم إلينا مرسل الحدر نحن الآن في منطقة الفليحة حيث الخطوط الأمامية لقوات الجيش الوطني والمقاومة كيف يمكن أن يتحرك مجلس التعاون الخارجي لمواجهة هذه التهديدات الإرهابية الحوثية السلام سيتحدد في اليمن بالضغط على إيران العملية العسكرية مستمرة لملاحقة فنون الميليشيات القطيع ما الذي تريد ميليشي الحوثي أن تحقيقه من وراء هذا التصعيد أنا أعطف الآن في المكان الذي تم استهدافه المساء البارحة ما أبرز ماتا حتى الآن ميليشيات الحوثية أساسا لا تؤمن إلا بالحرق هذا المكان لم تصله أدام الميليشي الحوثية وبقي صابدا رغم الطرابات المكثفة هذا التصعيد الحوثي الأخير إلى أي حدوة مرتبط بالخسائر التي تتلقاها هذه الميليشيات الحوثية على الأرض في الداخل اليمن العالم يتغير من حولنا بإيقاع بتناغم كل شيء متقلب كل إبطاء يعقبه تساله ما هي أهمية هذه العملية العسكرية؟ فالمعلومات متغيرة في كل ذانية بعيني أبدأ بهذا العاجل الآن فما تعرفه بالأمس يصبح ماضيا اليوم ناكس تير قد برينغ ناكس تير قد برينغ بل كي تبقى على اطلاع طالب إيران بحضم التدخل هذه هي التفاصيل التي نشرت حتى هذه لماذا برأيكم؟ الحدث تفاصيل حدوثه منذ البداية كشف تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية عن افتقار الحكومة اليمنية للشفافية وتفشي الفساد في بعض قطاعاتها واعكد التقرير السنوي للخارجية الأمريكية عن ممارسة حقوق الإنسان في اليمن أنه وبالرغم من إحراز تقدم ملحوظ في التشريعات وهيئات رقابية إلا أن الحكومة اليمنية لم تقم بأية أنشطة كبيرة لمكافحة الفساد في الوقت نفسه كشف التقرير عن إمعان ميليشيات الحوثي في ممارسة الفساد على نطاق واسع وفرض جبايات على اليمنيين في مناطق سيطرتها لتمويل أعمالها القتالية كما كشف عن تغول الفساد في أوساط الميليشيات الحوثية ومنظومة الجبايات التي تفرضها على اليمنيين إذن نحن أمام فساد من الميليشيات وأمام تقصير من الحكومة هكذا يقول للتقرير في مجابهة هذه الأساليب في الفساد الوقت الذي تواصل فيه الميليشيات الحوثية عمليات النهب والفساد وفرض الجبايات الممنهجة على الثروات القومية في مناطق سيطرتها وكذا أموال اليمنيين هناك تقرير أمريكي يكشف أن حكومة اليمن غارقة في الفساد ولم تقم بأي أنشطة لمكافحتها تقرير الخارجية الأمريكية قال إنه وبينما ينص القانون اليمني على عقوبات جنائية للفساد الرسمي فإن الحكومة اليمنية لم تنفذ القانون بشكل فعال وأن ثمت تعقيدات قانونية وإجرائية تمتنع الحكومة عن إجرائها تعيق محاسبة الفاسدين في الحكومة لا سيما المتورطين في قضايا فساد وردت في تقارير رسمية خلال هذا العام من أجل محاسبة مرتكبي هذا الفساد يتطلب الدستور موافقة خمس أعضاء البرلمان لإجراء تحقيق جنائي مع نائب وزير أو مسؤول رفيع المستوى ثم يتطلب القانون أغلبية الثلثين في البرلمان وإذنا رئاسيا لتقديم نتائج التحقيق الجنائي إلى النائب العام لتوجيه الاتهام وهو ما لم تستخدمه الحكومة وعشر التقرير الأمريكي إلى أنه لم يتم دفع رواتب العديد من المسؤولين الحكوميين وموظف الخدمة المدنية بسبب نقص الموارد الحكومية في حين أن رواتب القطاع العام مثقلة بالموظفين الوهميين الذين تلقون رواتب عن وظائف لم يؤدوها حسب التقرير تقرير الخارجية الأمريكية فضح أيضا تقاضي مسؤولين في الحكومة اليمنية يعيشون خارج البلاد رواتب باهظة تشكل عبءا على الخزينة في وقت سابق كشفت تقارير عدة مسنودة بمستندات ووثائق بإهدار ملايين الدولارات في الملحقيات والقنصليات والبعثات بالرغم من الوعود الحكومية بمعالجتها لم تتخذ أي إجراءات بشأن ذلك علاوة على الاستحواذ التام على المناصب والوظيفة العامة لصالح أسر تنتمي للسلالة الحوثيين قالت تقرير الأمريكي أن الميليشيات تفرض جبايات متعددة ومتنوعة لتنفقها على الحرب في حين ترفض الميليشيات الحوثية صرف المرتبات لأكثر من سبع سنوات رغم العائدات والجبايات التي تتحصلها في مناطق سيطرتها قد نعود لمناقشة هذا الموضوع الذي طرحناه في هذا التقرير الأمريكي لكن نذهب إلى هذا الخبر حيث يقول أن الميليشيات الحوثية شددت حصارها على اليمنيين في مناطق سيطرتها بأقحام شركات الخطوط الجوية اليمنية في الخلافات السياسية وصلت على أموال الشركة وتقييد أنشطتها وقالت شركة الخطوط اليمنية في بيان لها أن البنك المركزي في صنعاء الخضع لميليشيا الحوثي أصدر قرارا بتجميد أرصدة الشركة اليمنية وفرض مشرف حوثي عليها وأوضحت أن إجراءات البنك تسببت في إعاقة عملها وتسديد التزاماتها الخارجية مطالبة بالرفع الفوري لقرار التجميد وردا على هذه الإجراءات أوقفت الخطوط الجوية اليمنية بيع التذاكر في مناطق سيطرة الميليشيات وأعلنت رسميا رفضها التدخلات الحوثية وأكدت التزامها بعدم التدخل بأية خلافات سياسية وانتهاج الحياد والاستمرار بالعمل كناقل وطني لجميع اليمنيين ومن كل محافظات الجمهورية وعفدت مصادر ملاحية أن آخر رحلة للخطوط اليمنية من مطار صنعاء إلى عمان كان فيها 48 راكب فقط بينما لا يقل عدد الركاب في الرحلات السابقة عن 220 راكب في الرحلة الواحدة نناقش هذا الموضوع من عدن طارق عبدو علي وكيل وزارة النقل لقطاع النقل الجوي أهلا وسهلا وسطارق أسألك عن هذا السطو على الخطوط الجوية اليمنية إلى أي حد يمكن تقييم أثره على الخطوط نفسها وعلى الحالة الاقتصادية بسم الله الرحمن الرحيم لشركات القطاع الغيار لشركات المحركات وطبعا هذا أثر عليها وسيف يأثر لاحقا على مستوى الخدمات التي تقدمها نعم فكان البيان الصدر من قبل الشركة اليمنياش بيان واضح ووضح فيه كافة المواضيع الكاملة بل التي كانت تخص عملية تقميد الأرصداء وإيش التي يتأثر عليها طبعا اليمنيا ومنذ بداية الحرب كانت تعمل بشكل مهني وبعيدا عن السياسة وكانت تتعامل مع الكل بشكل مهني وكان همها الأول كيف تقدم خدمة لليمنيين والمسافرين والعالقيين والقرحة وإلى آخر فكانت دائما وبعيدة وقانونا لا يسمح لأحد فراحة لا قانونا ولوائح الشركة لا يسمح لأي جهة تقميد أو شراءة جهات سياسية في عملية إدارة الشركة فهي لها مجلس إدارة ويتم فيه عملية ترتيب الاحتياجات المنية وكذا مراقبة الشؤون المالية طيب هي أغلقت كذا يعني لا تبيع أي تذاكر في مناطق سيطرة الميليشيات يعني يمكن القول توقف عمل الشركة تماما طبعا لا لا يمكن تقول إنما طبعا يعني المنطقي أنت كشركة لك التزامات خارجية ولك التزامات داخلية كيف تعمل أنت وفلوسك مجمدة يعني نحن اليمنية بحاجة إلى هذه المبالغ لشراء ولتطوير الشركة لطوير عملية إنتزاماتها الخارجية لتطوير طائراتها لتطوير مستوى خدماتها أنت كيف تجي يعني بأي حق ولا يسمح لك أي قانون ولا أي اللواح بأي حق تجي وتفرض نفسك كشريك وكموقع على شيكاتها وتقمد المشتروات الخارجية ولا آخره فالقرار اللي تأخذ تقريبا من اليمن يعتبر منطقي وواقعي فلا يمكن أن أروح أصرف تذاكر وبيع تذاكر لمبالغ تقمد عليها في وقت لا يحق لهم هو اللي جمد البنك المركزي في صنعات اللي جمد البنك المركزي في صنعات فاللي تم تجميده من قبل المن بالضبط اللي قام بتجميد المستحقات وأصول المالية لليمنية طبعا في البنك المركزي التابع للصنعات طب عمل الشركة في المناطق الشرعية رجع من اليمنية عمل الصراحة العمل اليمنية بشكل عام سواء كانت بالمناطق المحررة أو غيرها كانت تعمل بشكل مهني وكيف تقدم خدمات وتحسين من قراءة تفرر المسافرين وإلى آخره فكان الموضوع الذي يقام الآن سواء كانت في مناطق السيطرة الحوتية أو في مناطق تابعة للشرعية طيب الشرعية زنباها المناطق المناطق اللي هي في الشرعية هل أيضا لا تبيع التذكر فيها لا لا لم تتأثر لا لم تتأثر لم تتأثر العمل طبيعي فيها طب هل هي لها بنوك في عدن مثلا عمل طبيعي يعني أنا بس أريد أن أفهم هل ممكن نفس العمل الخطوط الجوية اليمنية اللي موجودة في صنعاء والبنوك في صنعاء والبنك المركزي في صنعاء وعملها في عدن يعني يكون لها شقين مثلا شوف البنك الشرعي اللي هو بنك الدولة اللي هو البنك المركزي الموجود في عدن في العاصمة المقتلة في عدن طبعا اليمنية بحكم أن الشركة وأن في بعض أصولها موجودة الآن وما زالت في صنعاء فكانت تعمل بمهنية عالية بحيث أن الأمور لا تدخل وكانت في هناك مبالغ موجودة من مبالغ التداكر ومبالغ الدخل اليمنية كانت تحطها داخل في البنك المركزي كان اللي موجود في صنعاء اللي يتم عبره صرف المرتبات والاحتياجات في صنعاء وبنفس الوقت يتم في التعامل بصرف وشراء بعض قطع الغيار أربع المحركات وإلى آخره من المبالغ ولكن هناك تبعا موجود بنك مركزي في عدن والذي يتم عبره نقل كافة موارد اليمنية المستحقة في مناطق شراع يتحول دارك إلى البنك في البنك المركزي بعدا بشكورك سيستاريق عبدو علي وكيل وزارة النقل لقطاع النقل الجوي شكرا جزيلا لك كشفت مصادر مطلعة في صنعاء عن إنفاق ميليشيات الحوثي خمسة مليارات ريال على فعاليات ذات أبعاد مذهبية وطائفية في ظل استمرار تفاقم معاناة الأهالي واتساع رقعة الفقر والمجاعة وتزايد وصدر في قطاع الإدارة المحلية في مدينة في صنعاء إن ميليشيات الحوثي احتسبت ما يقارب الخمسة مليارات ريال يمني تكلفت ما وصفتها بمشريع البنى الاتماعية مشيرة إلى أن المشاريع المزعومة تشمل على ما تسميها دورات ثقافية وفعاليات دينية وأقفات احتجاجية بالإضافة إلى ما تسميه تعزيز الهوية الإيمانية تزامن ذلك مع ممارسة التجويع والإفقار الممنهج القاهرة الكاتب والبحث السياسي الأستاذ عب سطار الشميل أستاذ عب سطار أهلا بك خلينا نبدأ بالخمسة مليارات هذه التي تذهب على فعاليات ذات أبعاد مذهبية ثم أناقش معك يعني ما جاء في تقرير أمريكي سابق خمسة مليارات ريال يمني على فعاليات ذات أبعاد مذهبية وطائفية فقط بعد التحية لك أستاذ محمود وشهر مبارك على المشاهدين الكرام طبعا هذا ليس بقديد إذا لم تعمل الميليشيات الحوثي وتستغل المناسبات الدينية وتحاول تسليع الدين فلن تكون هي الجماعة الحوثية لا شك أن هذه المبالغ هي ما ترصد كل المناسبات التي كانت تقبي لها الميليشيات وتقمع لها بمختلف الجمع من الفقراء ثم من الطبقة المتوسطة ثم من الأغنياء ثم ما يأخذ تحت اسم هذه المبلغ ربما يفوق هذا الأمر بكثير وهذه المناسبات أصبحت أحد مصادر أساسية لضرب عصفورين في حقر واحد أولا هذه المناسبات هي للتعبئة الطائفية والتعبئة للجبهات وهي أيضا للجباية والفيد والاستغلال أحد التقارير التي كانت من حوالي سنتين تحدث أن إجمال ما جمع لهذه المناسبات خلال أربع سنوات وما أخذ من أموال الأوقاف على اعتبار أن أموال الأوقاف أيضا أموال لمناسبات دينية وأعمال دينية وهو تقرير لم تخني الذاكرة لمنظمة سام قال أنه تعدى أربع مليار دولار أربع مليار دولار ما أخذته الميليشيات جمعا وقباية خلال ثمان سنوات للمناسبات الدينية وما أخذته من الأراضي الوقف التي هي وقف للمساجد وللأعمال الدينية مبالغ طائلة جدا وأصبح هذا أحد مصادر المجهود الحربي وأحد مصادر الثراء لدى قيادة الميليشيات سعب ستار أنتقل إلى تقرير أمريكي يعني سويا فيه معلومات أريد أن نناقشك ربما يكون أخطأ التقرير التقرير يقول أن حكومة اليمن الحكومة اليمنية غارقة في الفساد ولم تقم بأي أنشطة لمكافحة الفساد تقرير الخارجية الأمريكية أنا أقرأ الحقيقة ما جاء في التقرير نصا يعني تقرير خارجية الأمريكية يقول أنه بينما ينص القانون اليمن يسعب ستار على عقوبات جنائية للفساد الرسمي فإن الحكومة اليمنية لم تنفذ القانون بشكل فعال رأيك بالحقيقة هذا التقرير هو غيظ من فيض الفساد في الحكومة حتى نكون منصفين حتى نرحم أنفسنا أولا كيمنيين ونبدأ نوجه النقد للذات هذا التقرير صحيح مية في المية لكنه شيء بسيط مما يدور نحن كمتابعين أنا كمستشار في الإدارة المحلية وكمتابع وإعلامي وتابع أشياء حقيقية كبيرة وغير يتابع والمنظمات تتابع لكن لا تصلت على الضو على هذا الفساد هذه الحكومة ربما هي أفسد حكومة منذ عام 1962 حتى اليوم صحيح مرت اليمن بحكومة فساد لكن لم تمر مثل حكومة معين عبد الملك ووزراء الموجودين لا ليس معين فقط متحمل لكنهم أسوأ وأفسد من مر في تاريخ اليمن الحديث المصيب أنهم قلوا وقت حرب وهذه هي المشكلة أحيانا عندما يكون الأمر في السلم تمر وقت الحرب نحن أحيانا لا نستطيع أن نكاشف الإعلام ولا أن نكتب كثيرا لأنه يقال أنتم الآن تضربون في الجبهة الداخلية فنصمت كثيرا ونبتلع ونبتلع لكن نحن نرى أشياء مهولة مهولة جدا يعني حقوقنا تنهب لصالح شلة تتبع هذا الوزير يعني أنا أعطيك مثال أنت ناقشت في قناة الحدث ملف المنح وفساد المنح وزيرة التعليم العالي وشفت الضقة يعني لم يتحرك ساكن للحكومة حتى بتغيير الوزير وكان بإمكان استرضاء الشارع حتى استرضاء يقول للحزب الذي ينتمي إليه الوزير الفاسد يتبع الإخوانه ويتبع الإصلاح يا حزب الإصلاح هاتوا شخص آخر ويأتوا به بديلا حتى استقابة لكل تلك الضقة المشكلة يفسدون ولا يلتقطون مزاق الشارع ولا يعولون شيء الفساد في الخارجية مهول أيضا شيء مرعب نحن الآن يعني في هذا المستنقع الذي ذكره التقرير وربما الأيام القادمة تأتي تقارير أكثر وضوحا وتفصيلا سعب ستار لفت نظري التقرير بيقول يعني مش أنا مش أنا يقول من أجل محاسبة مرتكبي مرتكبي نقلت ليه الخوف الله يا سعب ستار من أجل مرتكبي لو أنت عاوزت حاسب واحد من مرتكبي الفساد برتبة نائب وزير أو مسؤول رفيع المستوى أنت لابد أن تحصل على موافقة خمس أعضاء البرلمان يعني لازم أعمل جلسة في البرلمان وحصل على خمس الأعضاء حتى عشان أروح أحاسب نائب وزير أو موظف رفيع المستوى متورد في قضايا في قضايا فساد يعني هل ما قاله التقرير الصحيح في هذه النقطة طبعا ما قاله نظريا صحيح لكن عمليا هو البرلمان أطلا معطل البرلمان اليمني في الحقيقة أين هو البرلمان أيوة معطل يبقى مشتعرف تحاسب تمنى أنه هذا هذه أسوأ يعني إذا أنت مشتعرف تحاسب لأن البرلمان معطل نعم لكن هناك أدوات أخرى ما لم يقله التقرير هذا هذه أحد الوسائل لدينا الهيئة العليا للمكافحة الفساد لدينا الحكومة لديها أجهزة رقابة في كل كذا لدينا أجهزة رقابية في اليمن كثيرة الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة تم تعطيله عمدا من الحكومة وتم تزويده بفاسدين أيضا القصة هناك أجهزة رقابة غير هذا هذا صحيح الذي قيل لكن لدينا ما هو الفساد اليومي الفساد الروتين اليومي يعني تصور يعني مثلا أعطيك مثال نحن في بلد حرب هل يعقل هل يعقل بالمنطق بالدين بالعقل أنه ستة إلى سبعة ألف موظف خارج البلد باسم العكومة يتقاضون ما يساوي يمني سبعة آلاف دولار وعشر آلاف دولار وهم في كندا وفي سويسرا وفي بريطانيا والموظف الذي يشتغل في الداخل يتقاضى مئة دولار يعني أنت أنت تصنع الفساد أنت تصنع الحقد عليك يا معين ويا حكومة يصنعون الحقد يعني نحن نحقد عليهم لهذا الفساد نحن نحبهم ونتمنى لهم النجاح لكن إجابة على سؤالك الحكومة عطلت مراكز المرام الرقابة الجهاز المركزي هيئة مكافحة الفساد تم تعطيلها وما يتعلق بالبرمان هو معطل ضمنا طيب هاي يعني سيقول لك يا أستاذ عبد ستار يعني لو حد يرد من الحكومة يقول لك والله أنا بنفذ الدستور والدستور بيقول ده أنا هضيف لك بند آخر برضو غريب شوية أنه القانون يتطلب أغلبية الثلاثين في البرلمان موافقة ويأخذ ويتطلب إذن من الرئيس مكتوب عشان أقدم نتائج تحقيق جنائي إلى النائب العام لاتهام طرف ما من الحكومة يعني يعني ده أنت لو هتحل دولة مش هت لابد موافقة الثلاثين في البرلمان وبعدين تروح للرئيس الجمهورية تأخذ منه موافقة طيب يعني طيب هذه النقطة كيف تنظر إليها أيضا في إطار موضوع الفساد نعم في إطار موضوع الفساد هناك نقاط في الدستور وفي الكذا بنيت عبر مراحل كان الغرض منها حماية كبار موظفية الدولة كان دائما هذه النقاط وهي موروث لكن في الحقيقة حصل في اليمن أمرين قانون ما يسمى قانون السلطة المحلية وهو من إنجاز المرحوم عبدالقادر هلال كان وزير دار المحلية بعد الألفين أتاح منظومة من الرقابة لما دون مستوى وكيل وزارة نعم والفساد لأنه مستشريك كنا نعفي عن الكبار وكان من وكيل وزارة أو مدير عام أو حتى المحافظ كان مساءل بحكم يعني هناك مجلس محلي في كل محافظة يستطيع أن يقيل المحافظ في الفساد دون العودة للبرلمان هناك ثم أوقد أيضا الجهاد المركزي للرقابة والمحاسبة هذه الأجهزة في ظل الحكومة الحالية تم تعطيلها بمعنى لا حساب لكبار موظفية الدولة الذي يقتضي هذا التعقيد في إجلاسات البرلمان والدستور ولا محاسبة لصغار الموظفين من وكيل ومدير عام الفساد في اليمن ظاهرة حالة معلقة في رقبة المجلس الرئاسي لابد من وضعها تحت الميجار بشفافية ووضوح حتى نكمل للطرف الآخر الفساد إذا كانت الحكومة لم تواجه الفساد فالذي صنع الفساد هو الميليشيات الحوثية وهكذا يقول التقرير نأخذ الطرفين من المسألة في هذه النقطة وهنا أنتقل إلى الميليشيات وأنتقل إلى فكرة صناعة الفساد والحكومة تقصير في عدم مواجهة الفساد وبالتالي كيف يمكن تقييم هذه النظرة فيما يتعلق بممارسات الميليشيات طبعا الفساد الميليشيات فساد مقدس فساد ديني فساد شامل فساد دم يعني لا يقارن بأي حال من الأحوال الميليشيات لو كانت فاسدة فقط رضي الله عنها وأرضاها هي فاسدة ودموية وتشتري الدين فالفساد بتاعها غير مقنن فساد الحكومة الحكومة لا ينبغي أن نقارنها بالميليشيات الحكومة هي المنوط بها حماية والعدل فإذا وضعناها في ميزال ميليشيات لا طبعا لن نقارن الميليشيات لا مقارنة هذه ميليشيات نازية مفسدة تسرق حتى أسنان الموتى من المقابر هم ذهبوا إلى بعض المقابر في صنعاء لأن بعض الموتى كان لديهم أسنان ذهبية قديمة من العجاج وأخذوها لكن الحكومة هي التي منوطة بأن تكون مناطقها أفضل بحيث نقول هذه هي الحكومة ونحن نقاتل الميليشيات حتى لا يكون هذا المحرر مثل هذا المستعبد الذي غير محرر الحكومة لم تضرب مثلا أفسدت ومعظم الوزراء والوكلاء والذين في الخارج يتقاضون بالدولار ولا يكتفون يفسدون لكن من وكات النظري أما الميليشيات فلا تستطيع أن تحصي لميليشيات الحوثي أرقاما في الفساد ستحصي الدم ستحصي أموال البنك المنهوب ستحصي أموال الغلابة يسرقون حتى المتسولين الآن الذي يتسول في صنعان عليه زكاة يقولوا أنت تتسول عليك زكاة فشيء مرعب الميليشيات لكن مقارنة أيضا لا نحن نريد حكومة نظيفة تعوضنا عن هذه الميليشيات أنت تعرف أنا دائما معجب بمصطلحاتك يا سيد عبد ستار أنت نحت مصطلح جديد الآن في إطار الفساد وأنا معجب بأسلتك الفساد المقدس وفكرتني بالكتاب العبقري الجهل المقدس وبالتالي نحن أمام مصطلح جديد وفكرة إطفاء القدسية على كل شيء يخالف ما هو قدسية أستاذ عبد ستار الشاميري أسعد دائما بوجودك معنا على الشاشة شكرا جزيلا لك وأنا والله أسعد بجودك وأسئلتك الله يخليك ستار شكرا جزيلا بعد الفاصل إلى عنوان جديد وفيه الأمم المتحدة تكشف عن نزوح 235 أسرى يمنية خلال أسبوع من مناطق مأرب التي تهاجمها ميليشيا الحوثي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أرجعهم أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث اعلنت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 235 أسرى يمنية خلال الأسبوع الماضي غالبيتهم من مدرية حريب في جنوب مأرب التي تهاجمها ميليشيات الحوثي منذ نحو أسبوعين وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي لحالات النزوح أنه تم رصد 235 أسرى تضم أكثر من 1400 شخص نزحوا مرة واحدة على الأقل منهم أسر نزحت إلى مناطق في إطار محافظة مأرب فيما نزحت باقي الأسر إلى مناطق في محافظات أخرى وبذلك يرتفع عدد النازحين من بداية يناير الماضي وحتى 25 من مارس الجاري إلى 2030 أسرى بعدد إجمالي يبلغ نحو 12 ألف شخص أعلن البنك الدولي تقديم مساعدات لليمن بقيمة 207 ملايين دولار لتمويل برنامج مكافحة إعدام الأمن الغذائي في البلاد وقال البنك أن التمويل الجديد ستم إمفاقه للحد من مخاطر التأخير في تلبية الاحتياجات ويستهدف بشكل خاص المناطق التي يرتفع فيها مستوى عدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وقالت المديرة الإقليمية للبنك في بيان إن التمويل الإضافي لليمن يعكس التزام البنك بتحسين حياة اليمنيين العالقين وسط أزمات متعددة ما بين الحرب وأزمة الغذاء وحالات الطوارئ إلى اللقاء